الرابع صباحنا الثانية بتوقيت جرينيتش موجز الإخباريون يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة جاء ذلك يخلل استقبال رئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية بعد أن أكد رئيس السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية من جانبه نقل بلينكين إلى رئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي مؤكدا أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعور على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة رئيس السيسي واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أدانت مصر حدث التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بشاور شمال غرب باكستان وهما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة كما تقدمت مصر بخالص التعازي والمؤساة لجمهورية باكستان الصديقة ولذوي الضحايا مشددة على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين أكد رئيس التونسي قيس سعيد أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات يجب أن تقرأ بشكل مختلف وخلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن قالت سعيد أن نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان وأكد رئيس التونسي على تمسكه بمؤسسات الدولة حتى تعمل بانسجام مشددا على أن ما يقوم به إعداء الدولة هو خيانة للشعب التونسي دفع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشددا على أن اتفاق بريكسيت حمل معه إنجازات مهمة ووفر فرصا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ معتبرا أن بريكسيت شكل فرصة هائلة للتحقيق أولوياته والتي تتعلق بالنمو والتوظيف أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لن تزود كييف بمقاتلات F-16 كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد دعوا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إلى منح أوكرانيا مقاتلات F-16 لمواجهة الهجمات الروسية تشهد فرنسا اليوم إضرابا شاملا وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بالثلاثاء الأسود نظرا لحجم التعبية الحاشدة التي دعت إليها النقابات العملية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والذي سيعرض على الجمعية الوطنية للبت فيه وأتت دعوة ليوم ثاني من التظاهرات بعد نجاح إضراب يوم التاسع عشر من يناير الجاري والذي شارك فيه أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم أعرب المستشار الألماني أولف شولز عن سعادته بعودة البرازيل إلى الساحة العالمية بعد انتخاب رئيس لولادا سيلفا وذلك خلال زيارة إلى برازيليا إذانا بعادة العلاقات وخلال مؤتمر صحفي مع دا سيلفا قال شولز أن البرازيل يمكنها الاعتماد بشكل كامل على تضامن ألمانيا حيث تأتي زيارته بعد أسابيع فقط من اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جابير بولسونارو المباني الحكومية في العاصمة هناك رفعت كوريا الجنوبية الزمية ترتدائي كمامة الوجه في الأماكن المغلقة باستثناء بعض المنشآت منها المواصلات العامة والمستشفيات وجاء قرار الحكومة بعد تباطئ وطيرة الإصابات بفيروس كورونا وتخطي ذروتها في فصل الشتاء مع استقرار نسب حالات الوفيات جراء هذا الفيروس نهاية الموجز على مزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو أر كود الظاهرة على الشاشة هذه تحياتي لأي أبوزر شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء